موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ محاضرات الوحدة الرابعة ونتكلم عن عناصر الموضوع وأسلوبه كل موضوع يتكون من عناصر هذه العناصر هي المقدمة والعنوان والعرض والخاتمة ويربط بينها جميعا الأسلوب أي الطريقة التي كتبت بها بالتأكيد لا نحتاج أن نقول أن الكاتب قبل أن يبدأ في طرح موضوعه وسوق أدلته سوق أي الإتيان ولا أقول سوق سوق مصدر الساقة وسوق أدلته وانتقاء أسلوبه ولغته يمر بمرحلة شديدة الصعوبة عليه أن يكون حريصا جدا على حشد كافة الطاقات والإمكانات العلمية واللغوية لطرحها للقراء لماذا؟ لأنه في وضعه هذا عليه أن يضع في اعتباره أو يضع في المقام الأول انتصار القارئ له لأنه إن لم ينتصر له القارئ فما فائدة كتابته؟ لأن القارئ هو حلقة مهمة من حلقات الموضوع المطروح فإذا استوت الفكرة في عقل الكاتب أي إذا نضجت واكتملت أركانها واستقامت له أدلتها أي جمع لها الأدلة الكافية إن برى يطرحها أي بدأ في طرحها فيما يكتب لتحقيق هذه الغاية ما هي الغاية؟ كما قلنا انتصار القارئ حريصا على أن يوفر للغته وأسلوبه كافة الخصائص الفنية المناسبة وهذا يتطلب منه موقفا نقديا محايدا وأن يكون دقيقا في أسلوبه ولغته وأن يراجع آراءه مراجعة دقيقة لأنه يجب أن يكون حذرا فيما يعرض فيمكن أن يتخلص من الألفاظ المكررة إذا لم تحقق معنا جيدا جديدا أو فكرة مناسبة أما عناصر الموضوع كما قلنا منذ قليل فهي أربع يجب على الكاتب أن يحرص حرصا شديدا على مراعاتها عند كتابته وهي العنوان ثم المقدمة ثم يليها العرض والخاطمة وكل هذا قلنا إنه مترابط من خلال الأسلوب أولا نبدأ كلامنا عن العنوان فعند الكتابة لابد أن يستجمع الكاتب قواه العقلية وأن يستعد جيدا ليتمكن من إنجاز ما يود كتابته أو ما يود التعبير عنه حتى يخرجه في أفضل صورة وعليه أن يفكر جيدا وبتأنن أي بترون بتعقل بهدوء في العنوان المناسب الذي يريد أن يطلقه على ما كتبه والذي يحقق مشاركة القارئ له لأنه يجب للعنوان أن يكون شديد الصلة بالموضوع الذي يعالجه فكلما كان العنوان واضحا ومعبرا وملتصقا أي ذا علاقة بالموضوع أكثر كان أقدر على توصيل الأفكار المطروحة وكان قادرا على تحقيق التوافق بين الكاتب والقارئ بنسبة أكثر ولما كان العنوان أي بما أنه يمثل دورا رئيسا أي هو دور مهم لأنه أول ما يطلعه القارئ فأول ما تقع عينك عليه عندما تمسك كتابا هو العنوان فإن شدك العنوان اقتنيت الكتاب وإن لم يشدك أو إن لم تجده مثيرا ماذا استفعل؟ ستدعو الكتاب إن لم ينتبك الفضول حتى تفتح الكتاب وتطالع ما داخله لذا على الكاتب أن يكون حريصا على اختياره بدقة لتتحقق الغايات التي توخها بما ينطوي عليه من إيحاءات كاشفة أي يجب أن يكون العنوان فيه بعض التلميح لما يحتوي المقال أو لمحتوي الكتاب أو على الأقل تظهر فكرته الرئيسة أو يمكن أن يتوقع القارئ بعض المحتوى من خلال هذا العنوان خصوصا إذا كان العنوان مصوغا بعبارة دقيقة وألفاظ معبرة ومباشرة خاليا من الغموض أي ليست مبهمة أو ليست غامضة ليست غير مفهومة وليست ترمز إلى شيء معين أو ليست تتكلم عن شيء في العموم كما يجب أن تكون موجزة تكشف أبعاد الموضوع المطروح بسهولة ويسر وأيضا يجب أن تكون قادرة على إثارة ذهن القارئ وأن تحفزه حتى يتابع الموضوع ويميز مقاصده فبالتالي مما سبق يتضح لنا أن للعنوان شروطا يجب أن يلتزم بها الكاتب أثناء كتابته وما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون العنوان محددا كيف؟ لا يتحقق هذا التحدد أو هذا التحديد إلا عندما يكون الهدف واضحا في ذهن الكاتب فأنا إن كنت أعرف عما أكتب بالضبط عرفت كيف أضع العنوان وفي بعض الحالات يكون العنوان واضحا من تلقاء نفسه ويحقق الموضوع بذاته خاصة عندما يكون قصيرا مثلا ماذا تفعل عند حدوث حريق؟ فبالتأكيد هنا عندما أمسك كتابا بهذا العنوان أعرف بالتبعية عما يتكلم هذا الكتاب ولعلى جميعنا مر عليه كتاب كيف تتعلم الإنجليزية في خمس دقائق أو تعلم الإنجليزية دون معلم أو تعلم التركية دون معلم ما إلى ذلك فبالتأكيد عندما نمسك كتابا مثل هذا نستطيع أن نخمن ما المحتوى أما عندما يكون الموضوع طويلا وفيه أفكار كثيرة متداخلة فإن الأمر يحتاج إلى قدر من الجهد والتدبر لاختيار العنوان المناسب فليست أي كلمة تجوز أن تكون هذا العنوان الشرط الثاني الذي يجب أن يلتزم به الكاتب هو الوضوح والمباشرة أي عليه أن يختار عنوانا واضحا ومباشرا وبعيدا عن الغموض أي يشير إلى النص بشكل واضح بشكل مباشر دون كما نقول دون لس أو دورا أو دون أن يخطر في ذهن القارئ شيء آخر لا بل يكون الكلام مباشرا الشرط الثالث أن يعالج الموضوع قضية واحدة فلننظر هذين العنوانين التنمية وتوعية المواطن مسؤولية من؟ القضية الفلسطينية تطورها وحلها نلاحظ في هذين العنوانين أن كل منهما قد ألزم الكاتب نفسه فيه بمعالجة قضيتين رئيستين ففي المقال الأول عليه أن يعالج العلاقة ونقول علاقة وليست علاقة العلاقة هي الرابط بين الأشياء أما العلاقة هي ما يعلق على ظهر فرس نعود مجددا نقول أن الكاتب في المقال الأول عليه أن يعالج العلاقة بين خطة التنمية في شتى المجالات ووعي المواطن وأيضا يسأل نفسه بعد ذلك هذه التوعية مسؤولية من؟ وهذه القضية لا تقل أهمية عن القضية الأولى أما المقال الثاني فأيضا الكاتب ألزم نفسه بمعالجة قضيتين الأولى عرضوا لمراحل تطور القضية الفلسطينية هذه المراحل تشمل المراحل التاريخية وهو صراعتها السياسية والعسكرية وما إلى آخره أما القضية الثانية فما هي الاقتراحات التي يقدمها الكاتب لحال القضية؟ وأيضا هذه القضية ربما تكون مقالا مستقلا لا يجوز أن أدمجها في مقال آخر فعندما دمج الكاتبان القضيتين في عنوان واحد سيجدان صعوبة في الربط بين القضيتين وأيضا سيصب عليهم وعلى القراء أن يتابعوا الأفكار المتزاحمة فهذان المقالان دسمان كل واحد منهما يحتوي على قضيتين وكل قضية أدسم من الأخرى فلا يجب أن أضع قضيتين كهاتين في مقال واحد أيضا لا شك أن إحدى الأفكار ستضغى على فكرة أخرى أو ستكون هناك فكرة على حساب فكرة في الكلام فبالتالي لن أعطي كل فكرة حقها لذا يجب أن أختار عنوانا يعالج قضية واحدة وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب يرون أنه من الأفضل وضع العنوان وتحديده بعد الانتهاء من الكتابة فهنا تكون قد تحددت أو وضحت الزاوية التي عالج منها الكاتب موضوعة وأنا أفضل هذا الرأي لأنك إن وضعت العنوان قبل كتابة النص فأنت ستحصر نفسك في زاوية معينة وربما ستضطر إلى اختزال بعض الأفكار لأنها لا تلائم العنوان لكن إن كتبت واستفدت وأخرجت ما لديك ثم بعد ذلك وضعت العنوان هذا سيكون أكثر تعبيرا عن قصدك كما قلت أنني أؤيد هذه الخطوة ولكن هذا القرار عائد إلى الكاتب إن شاء وضع العنوان قبل الكتابة وإن شاء وضعه بعدها ثم بعد ذلك أحبائي نتكلم عن المقدمة المقدمة تأتي بعد العنوان ومن اسمها مقدمة هي في بداية الشيء هي في بداية المقال أو الكتاب أو أي أن كان نوع النص الذي يكتبه الكاتب ولا بد أن تحمل ضوءا كاشفا أو إضاءة كاشفة عن الموضوع الذي ينوي الكاتب أن يكتب فيه أي لا بد أن يشير فيها الكاتب إلى محتوى الكتاب ومن وراء هذه المقدمة السريعة يقصد أن يلفت انتباه القارئ وأن يهيئه على ما سيقرأه للاطلاع على ما سيقرأه وربما يضع عنده فكرة أو خلفية مسبقة عما سيجده وسيحضر مخزون ثقافته في هذا الموضوع وكلما كانت المقدمة كاشفة لأبعاد الموضوع مستفزة للقارئ كلما كان استعداد القارئ وتأهبه للمشاركة والمتابعة للكاتب وقدرته على الاستيعاب كبيرة ومهمة ومفيدة وإذا نجح الكاتب في تحقيق هذه الغايات إذا نجح في استفزاز القارئ وأن يجعله يشارك معه في أفكاره وفي استيعابه وفي بعض الأحيان قد يلهم الكاتب القارئ بعض الأفكار عندما يقرأ له فهنا عندما يتحقق كل هذا يحقق الكاتب نجاحا ملحوظا ويكسب القارئ ويأخذ إلى صفه وبالتالي يصبح قارئا دائما له وبشكل عام فإن المقدمة تتضمن بواعث اختيار الموضوع أي لماذا اخترت هذا الموضوع بواعث أي ما الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ومسوغات اختياره وأهميته وأقول مسوغات وليس نصوغات هذا خطأ شائع ركزوا أقول بعض الناس يقولون مصوغات اختياره ولكن مصوغات هذه مجوهرات ميم صاد واو أما هنا أقول مسوغات ميم سين واو مسوغات لا تخلط بين الكلمتين تعود مجددا إذن المقدمة يجب أن تحتوي على بواعث أي دوافع خيار الموضوع ومباررات اختياره وأهميته ولماذا؟ أي الهدف والغاية ولكي تكون المقدمة ناجحة فيجب أن تكون متوازنة من حيث الطول في الموضوع فلا تكون طويلة جدا بحيث تكون هي الموضوع ولا تكون قصيرة جدا فلا يفهم منها القرئ شيئا يجب أن تكون متوسطة ومما سبق نجد أن للمقدمة شروطا يجب على الكاتب أن يراعيها أولا أن تكون موجزة لكن دون أن تخل بالمطلوب منها أو بغرضها هي غرضها أن تعرف الكاتب بعض الأشياء لا تكون موجزة بقدر لا يفهم منه الكاتب شيئا وأيضا تتضمن ما يشير إليه الموضوع وهذا بالضغط ما قد أسلفت ذكره يفضل أن تتضمن بعض وسائل الإثارة والتشويق حتى أجذب القارئ إلي من أول لحظة وينبغي أيضا أن يكون أسلوبها سهلا حتى لا ينفر القارئ من الكتاب منذ البداية وبهذا أحبائي نكون قد انتهينا من محاضرتنا اليوم أمل أنكم استفدتم منها أراكم على خير إن شاء الله في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر